مساء الخير على كل مشاهدينا مساء الفل ومساء الانوار ومساء السعادة مساء الحظر طبعا احنا تاني يوم او تاليبتي يوم من الحظر يعني اقول تحيا جمهورة مصر العربية تحيا الرئيس عفا تحيا السيسي تحيا كل القيادات القوات المسلحة تحيا كل القيادات الشرطة فعلا النهاردة اثبتنا للعالم كله ان احنا الشعب المصري شعب واعي شعب المثقف شعب المتحضر ازاي يمشي على تعليمات رئيسة الجمهورية والرئيس عفا تحيا السيسي للحفاظ على الشعب اولا علشان الشعب المصري يتحدى الكورونا الكورونا هو فيروس يتحدى الجميع ولكن عند مصر يقول يقول استوب يقول استوب علشان كده طبعا تحيا وتقدير للشعب المصري العظيم ان فعلا ساعة الجد على قلب الرجل الواحد ولكن فيه اجابيات كتيرة جدا هشايفينها وفيه ايضا سلبيات انا مش عاوز اخش في تفاصيل كتير ولكن هقول حاجة بوسطة جدا بالامس كان فيه احد الاقارب عندنا توفى وطلبت من الجهات الامنية وجهات المعنية للدولة ان يكون فيه حاجة كده طوارئ ان احنا عاوزين يكون نروح للمتوفى علشان امك عاوزة تشوف هو توفى في مكان غير مكان المنزل ولكن الاسف طبعا احنا احترام طبعا لكل كادة المصرية احترام لكل الشعب المصري احترام ليه الكادة السياسية احترامنا نفسينا احترامنا طبعا كل القوانين عشان احنا ماشيين مع القوانين بالنسبة للدولة المصرية احنا طبعا الصبح كان حوالي ستة ونص صباحا كنا متواجهين الى اهل بيت متوفى والحمد لله من العازل ولكن اتمنى ورجاء واستغاثة من الناس القائمين بالنسبة للجهات المعنية اما يكون فيه حالة ضرورية اتمنى اتمنى يكون فيه نوع من الرقفة نوع من الرحمة علشان بجد ان الناس فعلا فعلا كانت محتاجة تشوف ابنها وهو متوفى ابنها مات العيشة الخبر جنة حوالي الساعة عشرة كنا عاوزين نتوجه الى هي اهل متوفى وامه ناخد ناخد امه ونتكع الله ويله المؤطم واما كان عاديين في ادبال احمر ولكن اه للاسف طبعا وقت الحظر احنا طبعا ماشيين وفقا للتعليمات وفقا للقوانين للدولة المصرية وايضا الحمد للرب يعلمين عمان الواجب وايضا انا بشكر كل القادة السياسية وبشكر كل القادة الدولة المصرية على فعلا الحفاظ على الشعب المصري اللي احنا فعلا كلنا على قبل الواحد ولازم ان نطيع الاوامر علشان احنا نعد هزين مرحلة بامان والحمد لله رب العالمين الحاجة الايجابية شفاء من 113 حالة سلبية الى ايجابية الحمد لله رب العالمين يعني نقول احنا فعلا نتحدى الكورونا والحمد لله الاسبوع القادم باذن الله تعالى باذن الله تعالى ترجع الامور الى طبعتها الى عادتها ومصر بترجع منورة علشان احنا في ايام مباركة وخلاص كلها ايام على شهر شهر الكريم شهر الكرم شهر رمضان كل عام وكل الشعب المصري والام الاسلامية خير وسعادة ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله تعالى يكون فعلا فعلا كل حاجة البلاء يترفع عن مصر ان شاء الله طبعا انا اخش باعة طبعا في التفاصيل المهمة جدا واخش على البرنامج واخش على ضيوف الاعزاء والمنورين النهاردة مشرفيننا واقول نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وتقال الله لبرنامجكم دون الاحتراف ورحب طبعا بضيوف الاعزاء كابتن احمد محفوظ المدير والمشرف العام لقطاع المقاولين العرب اكاديمية المقاولين العرب في فرع الجيزة السعادية اهلا بك كابتن احمد اهلا بك اهلا بك محمد اهلا بك دكتور احمد نورتنا كابتن احمد طبعا في المقابل كابتن احمد البيديوي قصة تأهيل لنادل الزهور لصوات الملاعب اهلا بك كابتن احمد محفوظ المشرف على القطاع النادل الشئين بالنادل المقاولين اكاديمية المقاولين عرب الجيزة فرع السعادية ابدأ طبعا بيك وخصوصا بقى انت شايف المرحلة الحالية في الحظر والشعب المصري ازاي تعال لما يقدر السياسية كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا بقول البقاء لله في كل المتوفيين والناس بس تلتزم البيوت الفترة اللي جاية لحد من عد الفترة الصعبة بنشيط الرحمن طبعا بنشكر السيد الرئيس على التوجهات اللي هو بيعمل الشعب وبشكر رئيس الوزراء بصراحة ربنا برضو لان ما بيعمل نزل بيان بامانة البيان بيبقى واضح جدا للشعب والشعب ملتزم جدا الشعب بيبقى مسكب جدا وانا طبعا بشكر القيادة السياسية بالكامل وبشكر السيد الرئيس طبعا كلنا طبعا احنا الشعب المصري على قلب ونرجم الواحد طبعا وقت الازمة كلنا رجالة ايه راكي كابتان احمد بنزل شبته في خلال اليومين دولة وانت اصلا اساسا من طنطة وجاي مخصوص وموجود معنا في دون الاحتراف وانت مش خايف من الحظر ولا خايف من اي شيء وتواجه الكل حاجة علشان انت مؤمن بربنا سبحانه وتعالى وربنا هو الحافظ طبعا واحدك يعني انا حاسس ان الشعب حتى بيتكيف مع حتى السلبيات الموجودة يعني ان كان فيه حتى زحمة او فيه تزحم في بعض المواصلات او مواصلات النقل العام وكده الشعب دلوقتي بيه عنده ثقافة اللي هو التعامل مع الزحمة والمشكلات الموجودة والسلابات الموجودة في المجتمع أورديدي الحاجة التالي اللي عاز اقولها بس ان هو ايه هي حضرك طبعا حملة التوعية الموجودة اللي طبعا بأي حد في الشعب المصري حتى يعني بيعرف يقرأ ويكتب او بيعرفش يقرأ كده الموجودة في كل القنوات عاملة برضو يعني نقل عند الناس في التعامل مع الازمة فالناس من شاء الله يعني في كل القنوات من شاء الله فده التكاتف توعية التكاتف موجود نتيجة للاهتمام الإعلام الفترة اللي فاتت بالموضوع ده وناس من شاء الله أنا شايف التعامل يعني فوق الراقي وفوق المتحضر جدا وناس ما بقاش فيه مشكلة انهم ما يسلموش على بعض او بيسلموا مثلا ببقوع او بالكتف الشعب المصري طبعا بيتكيف معاي ظروف فمشاء الله يعني ان شاء الله الازمة عدت او هتعدي ان شاء الله بستر ربنا ثم بتكاتف الشعب المصري وتلاحب ان شاء الله وبس الفكرة انا قلت ان انت عندكم هناك في طنطة مش قصد ان انت عندكم ان تكسروا الحاضر لكن انت عندكم تخوف بالنسبة للقوانين ماشينا عليها بالنسبة للدول ماشينا عليها وخصوصا طنطة انا عارف ان انت طبعا محافظة من احد المحافظات الكبيرة في الغربية حضرتك هو يعني حتى يعني لسه حتى منشور نازل عدت يعني كان فيه موضوع عن جميع المحافظات اكتر محافظة ملتزمة بالتعليمات هي محافظة الغربية عامة عشان كده ماشينا وبكن اه فالناس من شاء الله يعني انا بقولك التعامل انا بيت اتفاجئت من التعامل الناس ناك يعني اللي بتسلم ولا يعني اي حاجة ممكن تنقل العدوى او تعمل مشكلة الناس بتبدأ عنها تماما وطبعا يعني فوق الاول يعني قبل اي حاجة الناس كمان انا حس ان هي بدأت ترجع لرب الناس بدأت تلتزم الناس بدأت تتخوف من يعني تخوف فترة اللي فاتت وكده فدي حاجة كويسة يعني يا رب دايما نعيش جو الالفة والتكاتف الموجود عند شعر مصري حاليا يا رب العامين ارجع طبعا المرجوعي بقى لكابتان احمد محفوظ بخصوص بقى النشيهين وقطاع البروام اللي عندك انت مدكش تخوف انا بس هستاذر حافظتك بس افضل لكابتان احمد اعز اشكر الدكتورة رئيسة الصحة الدكتورة هالة زيد بصراحة ربنا الدكتورة دي عاملة مجهود رهيب جدا 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 وانا بشكرها من المشكرها طبعا بما لكم دنيا الاحتراف للدكتورة هالة زيد طبعا على وعيها الكامل وطبعا رجدها اللي انت شايف في الفترة الحالية في الفترة صعبة بأمانة ربنا خليك ارجع بقى للمهم من القطاع البروامة وناشئين عندكم في كلمة المقاولين وخصوصا تجيزة يعتبر عندكم في نقاط تحول جامدة جدا وفقا للأحصائيات اللي بيتجينا من مدلطة الصحي انت مش ألقان على رجالتك وعيالك والله الاولاد مرتزمين جدا وطبعا كابتن حاصل غرباوي عمل مسابقة لكل الاعمار السنية مختلفة تماما تمارين في البيت فيه تمارين توجيهات في البيت ازاي الولاد شغلين في البيت وعمل لهم كمان حتة سامعان الكلام الالتزام في البيت وعمل مكافأات مالية لأكتر ولد هيجيب نسبة مشاهدة على الأكاديميات هاي وحنا طبعا معنا طبعا على الهواء مباشرة ننصور طبعا للاكاديميات المقوينين العرب اللي انت بتتكلم فيها ان انت عندكم باعتبر تغطية كاملة للحفاظ على الناشئين والبرامل عندك طبعا 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 احنا بنحافظ على الناشئيين وطبعا بشكر السادة أولاد الأمور لان فعلا الناس ملتازمة جدا والولاد مستلبين جدا وطبعا بشكر الكابتن حسن الغرباوي اللي هو المدير العامل الأكاديمية بأمانة يعني انا هقولها بقى لانه هو صرف المرتبات بالأمانة في الدنيا واقفة وحضرتك زي ما انت عارف المرتبات الصرفة وانا بشكوره طبعا وبشكر الكابتن خالد كرم وبشكر الكابتن مختار حنافي المدير الأكاديمية هاي لكابتن انا شايف بصراحة مجهود عن خرافي انت عاملينه بصراحة النهاردة وجودك النهاردة بيثبت فعلا ان انت فعلا عندكم منظومة متكاملة في أكاديمية المقاولين العرب فرعي استعدادها في الجيزة فعلا انا التحياتي لكل المنظومة الكاملة والكبيرة تحت مسمى احكا كبترحمة محفوظ حبيب يا محمد بي حبيب طبعا كبترحمة بديو بخصوص بقى تنطط وانا بقى معلش شوية بقى تنطة شوية انت شايف بالنسبة لتنطة الحديدة والمحافظة الغربية انت بتتعب بالنسبة لتوعية الناس هناك عشان حين نتكلم في حاجة مهمة جدا وانت رجل يعني رجل توعوي رجل لتأهيل اللي يعتبر اصاباته الملاعب انت شايف لقدر رجلك اي اصابة بتعرف ازاي تصبط الدنيا هو حبيب يعني هو طبعا موضوع التوعية الفترة الجاية سواء في تنطة او في اي مكان هو طبعا موضوع الكورونا وفيروس الكورونا وكده فطبعا يعني في ناس اكتر مني انه هو اكتره في موضوع بس احنا بتكلم الحاجة اللي تخصنا في الموضوع ده كجهاز الناشئين عمتا او الناشئين طبعا اللي امتابعيننا وولدنا انا طبعا انا بيد طبعا عن نادي الزهور انا بكلمة في تنطة بالذات تحتيتنا عشان انا عارف ان في اصابات عندكم شو بقى انك في تنطة لا مفيش اصابات خالي اكيد لا لا مفيش اصابات نهائي اه مفيش اصابات وانما فيه اصابات طلقت عندنا ما شاء الله سيادة المحافظة يعني تحسوا شغال حاجة حاجة فريدة من نوعها حاجات احنا عمرنا وشفناها بصراحة في كل الفترات اللي فاتت اللي عشناها طول عمرنا ما شفناش محافظة بينزل الشارع واتحرك ويشتغل بالطرق دي ما شاء الله رؤسان مجالس المدينة برضو نفس الكلام يعني ماشيين على نفس الوطيرة ونفس النهج اللي سيادة المحافظة عندنا ماشي عليه فما شاء الله هو نموذج يحتزى بيه بصراحة يعني يا راجل بصراحة شرف لنا ان راجل زيادة متواجد ونتمنى ان هو يستمر ويستمر بالكفاءة اللي هو بدأ بيه انت بقى بالنسبة للناد الظهور وخصوصا اللاعبين او البرامر اللي عندك لقدر الراحة جرد وإصابة انت اول حاجة تعملها ايه طبعا حاجة هو موضوع التوعيز وحاجة قلت ده حاجة يعني ثقافة اللاعب او ثقافة الجهاز اللي معاه ده طبعا حاجة بتفيدنا جدا في موضوع التعامل مع الاصابة فهو حضرتك احنا مثلا دلوقتي عندنا مثلا حاجة زي الكورونا ايه الحاجة اللي ممكن مثلا اوعي الناس فيها النهاردة ايه الحاجة اللي مستعدية للموضوع الكورونا هو موضوع اللي هو الجهاز المناعي جوه جسمك هو ده الجيش القاعد مستعد وبيتجهز لاي فيروس او اي عدوه خارجي وحتى لو من جوه الجسم يعني فيه اعداء بتبقى من جوه جسمك زي الخلاية السرطنية اللي بتادموا جوه الجسم طبعا احنا بنمر بمرحلة لازم جهاز المناعي بيكون على قهوبة الاستعاداء طبعا من ضمن الحاجات دي مثلا ممكن يتكلم عن التغذية السليمة حركة موضوع التغذية السليمة ده ده عنصر أساسي في تقوية الجهاز المناعي وفعالية الجهاز المناعي التغذية السليمة طبعا اللي هو ممكن الأغذية اللي هي المضادة للأجسادة يعني الأغذية المضادة للأجسادة زي مثلا خضروات زي الفواكه الطازجة كل الحاجات اللي هي الطبيعية أبعد بقى تماما جدا عن موضوع السكريات والحاجات اللي هي المحفظات كلها الأكلات السريعة والأكلات المقلية كل المقلي دلوقتي مضر جدا وكل ده بيعطل كفاءة وشوق لجهاز المناعي عند طبعا بعد التخزيز السليمة طبعا موضوع النوم النوم يعني حضركا احنا دلوقتي موجودين دلوقتي موضوع النوم احنا متوفرنا فترة حذر يعني النهاردة تقدر تعمل موضوع النوم النموذجي اللي هو ممكن يعمل الكافري برضو اللي عبتنا اللي عاديين في بيوتهم واللي حتى يعني كيف طبعا ممكن يعملها دلوقتي هم عاديين فترة اصابات اه موحرك وكبت نحمد طبعا ممكن يكلمنا في موضوع التبريدات ده اكيد طبعا التوعية بالنسبة للتأهيل والحاجات ده اه فموضوع النوم طبعا يعني النهاردة مثلا من 7 ل 8 ل 9 ساعات لموضوع الناشئ بتاعنا وحتى الاصغر من كده اللي هو السن البراعم يوصل النهاردة لعشر ساعات عشان يعمل ريكافري كويس للجس فطبعا موضوع النوم ده كمان وفيه اوقات للنوم يعني مقلبش يومي بما ان انا بأصهر في البيت النهاردة وفادي ومعنديش حاجة انا يوم الصبح ومبروحش نادي ومبروحش اتمرن ان انا انام بالنهار واسهر بطول الليل فده طبعا غلط جدا لان ده طبعا هرمون النمو وطبعا وموضوع الكرتزول وكل الحاجات اللي هي ممكن تعطل جهاز المناعي ده بيعمل ارهاق وتوتر جوه اجهز الجسمي فبيخليني بالتالي ان انا مقدرش ان انا ايه ان كفاءة جسمي في موضوع ايه عطل برضو جهاز المناعي فانا موضوع النوم وموضوع التغذية السليمة حضرتك تلت موضوع موضوع ممارسة الرياضة يعني لازم اكون ممارسة الرياضة في فترة دي مش معنى ان انا فترة راحة ان انا اريح حتى كابتن احمد لسه بيقولي ان هم عاملين هناك عندهم في النادي موفرين لكل اللعيبة وحدة تدريبية يقوم بيها ويعملها اكيد اه اه يعني وممكن كابتن احمد اه يكلمنا في الموضوع وحدة تدريبية يومية فحالك لازم كل يوم بتمرن عشان يحافظ على مستوى اللاعب لان اللاعب النهاردة ما يبدأش معايا بالصفر يعني اللاعب لازم يبدأ مثلا يعني كابتن احمد بقولي احنا بنحاول نحافظ على 50% وده الصح يعني ده النموذج المفروض يحتزى بيه في كل الانديه النهاردة او كل الناس حتى عامة الشعب الناس العادية غير اللاعبين المفروض النهاردة برضو نواية تمرن عشان كده بقول منظومة منظومة متكاملة عندوكم منك في الاكلمات المأولين بصراحة منظومة متكاملة طبعا الله واكبر عليها ارجع بس يا كابتن احمد بديوي انا بتكلم على بخصوص لو لاعب لقدر الله جاله اعراض كورونا الحل ايه في الزل الزور ديها شايفينه ما هو حضراتك بالوقتي انا اول حاجة بجايزها جايز المناء تمام عملت الحاجات اللي هي وفيه العبية فان الصابت ولكن مش عارس اقول ايه ساميها موحدك موضوع الاستشفاء اللي حصل اللي هو الناس اللي رجع الدية اللي هي الحالات دي النهاردة كلها معتمدة على الجهاز المناعي وكفاءة الجهاز المناعي يعني الجهاز المناعي هو اللي رجع الناس دي ودعم الجهاز المناعي قوته اه قوت الجهاز المناعي ودعمه يعني تقريبا ده هو دوت اللي رجع الناس فهو نهاردة الحد نهاردة يعني ما وصلوش لمصلة او اي حاجة او دوة مثلا بيعالج موضوع الكورونا ولكن هم النهاردة كل الشغل على تجهيز أو زيادة كفاءة الجهاز المناعي لمحاصرة العدو الخارجي ده أو الفيروس اللي جاي ده طبعاً زي حالك برضو العادات السلوكية اللي احنا ما ننساهاش زي موضوع السلام والقبولات والحاجات طبعاً اللي الشعب لسه بنشكر فيها أن الشعب النهاردة ما شاء الله بدأ يتعامل مع الموضوع ده تماماً وبدأ ينهي الموضوع ده تماماً حتى عامة الناس حتى كل الناس اللي ما تعلمتش ما شاء الله يعني بدأ الناس تتعامل بدون أي نقلات الفيروس يعني الناس كلها موضوع السلام ده الكبولات طبعاً كابتنا أحمد عشان بس عشان نطلع الأدان أنت عندك في الأكاديمية أنت إزاي بتحافظ على اليقة اللعيبة اللي عندك وخصوصاً النشئين وبرها زي ما نقولت لحضرتك يا سيد محمد إمكاني أتكلمت مع الدكتور برة في الاصطراخة كابتن حسن عامل المسابقة دية لها أهداف تكيراون إن أنا ما أبدأش من اللعب من السفر أنا أنا حفظت على اللعب بنسبة خمسين في المية يبقى أنا لما أرجع واللعب عندي خمسين في المية غير لما أبدأ ما عنده من السفر أنا ما أبدأ بلاعب عندي خمسين في المية خلاص اللعب ده عندي جاهز لكن أنا لو بدأت في معامل السفر الدنيا هتبقى صعب خالص يعني كابتن حسن عامل توعية وطبعاً المدربين كلهم شغالين على الحاجة دية الوحدات التدريبية متابعين الولاد يومياً عن طريق الصفحة الصفحة الولاد بيعملوا إيه؟ يومياً يومياً في متابعات للولاد بالشغل بتاعهم والتمرين اللي بيعملوها والتمرين بتتبعت لهم كل يوم النهار ده يشتغلوا إيه؟ على الواتساب على الواتساب وعلى صفحة الأكديمية نفسها كنت يعني ما شاء الله يعني أنا هقول يعني أنت بتحافظ على اللقاء اللي عندك بدرجة درجة كبيرة بقادر الإمكان أنت أم عادين في البيت إيه في الواتس؟ يلا بينا الحمد ونرجعت الحقيقة لطبيعتها وعاوزين نبدأ بقى يعتبر من 10% تمرين هبدأ من 50% مش هبدأ من الزيرو يعني هبدأ من 50% مش هبدأ من السفر قريت أتمنى كل الأكديمات التامة كده بصراحة والنوادي حتى والله بعتنها للناس العاديين ما همت برضو الناس قاعدة في البيت عامل لهم تمرين حتى يعني إحنا ما نبعتها للولاد ما هقولالهم مربع وصلالهم المعلومات هيشتغلوا عليه؟ يعني أنا عمنا بكابتن حسن بصراحة ربنا يعني الله يبركله والناس الشغالة بصراحة شغلوا محترم جداً جداً طب إنت هتوجه إيه الرسالة اللي أولى بالأمور؟ الالتزام ولمش وراء الكيادة السياسية والحفاظ؟ والحفاظ طبعاً على سلامة الولاد طب إفرد نهاردة الشباب عاوزين نعبوا كورة زي ما إحنا شايفين والناس كتيرة قاعدة وإلا كابتن يا كابتن نحمد عاوز نلعب كورة يا كابتن نحمد عاوز نلعب كورة مع بعض ونلعب خماس إنت هتوافق بالكلام دو؟ لا لا طبعاً إحنا ما ندرش نتحمل يعني نتحمل ولا يحصل لنا مشكلة؟ إنت إردك إرد الفعلي لك؟ لا 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 طبعاً لا نتحمل نوات في البيت نلتزم بالبيت عشان ربنا يعديها إن شاء الله بإذن الرب العالمين إن شاء الله ولكن ما يجي أي حد يقولك يا كابتن نحمد عاوز ألعب وأنا زهقت من القاعدة وطب إدينا تمرينات بندلهم بعض تمارينات بنبتدين نتكلم معاهم بنبتدين نعمل لهم توعية المسابقة اللي عاملينها مخليها برضو الأولاد إيه إيه مسابقة يا كابتن نحمد سريعاً كده؟ مسابقة بص مسابقة تمارين مسابقة نسبة مهارات فردية مسابقة دينية مسابقة دينية؟ طبعاً كابتن حسن مأكد عليها جداً جداً عامل مسابقة ألف جنيه مش عايز أقوله أركام وأركام أكثر من كده فطبعاً يعني الله يبارك له طبعاً الناس شغلة كويس جداً يعني يا رب العالمين يعني عشان كده بقعنا شعرف أقولك بصراحة يا كابتن نحمد انتعدوكم منظومة متكاملة بأمانة يعني طبعاً كابتن نحمد بديوي يعني أنا شايف بالنسبة لنادو الظهور حالية طرح في استعدادات كاملة متكاملة بخصوص الفترة الحالية اللي احنا بنعدي بها ديت ولا عندكم لنادو الظهور واقف النشاط تماماً هو حرك طبعاً هم يتعاملوا مع الأزمة تدريجياً يعني حتى في الأول يعني قالوا ان احنا هنوقف النشاط لفترة وبعدها حتى كانوا سايبين اللي هو موضوع الاجتماعي يعني الأسر وكده 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 وبعد كده لما لقوا برده ان الموضوع فيه توطر وفيه قلق وفيه خوف على على أولادنا وأهليهم وكده طبعاً منعوا الموضوع نهائياً وتقريباً وقفين النشاط إلى حين إشعار آخر يعني أنا مستنيين بس حتى الاجتماعي والرياضي الاجتماعي والرياضي النادي مقفول خالص شغلين آه تعقيم وكده حتى كل العاملين في النادي ما شاء الله يعني عندنا سيد المستشار محمد ديمرديش رئيس مجلس الدارة برضو طلع قرار ان كل العاملين مرتبتها وشغالة والناس تلتزم بيوتها وما عنديش اي مشكلة في الموضوع ده خالص فطبعاً حضراك احنا النادي ملتزم بكل التعليمات اللي هي الموجودة والناس كلها يعني تقريباً دلوقتي وقف النشاط وما عنديش اي نشاط حالية هنطلع تقرير ونشوف التقرير وهنطلع فاصل وبعد كده هنطلع تقرير ونشوف بقى طبعاً بالنسبة لك دورة موهبتك تبعت رسالة حب وسلام لشعب المصري وقادة السياسية في مصر نطلع فاصل ونجعلكم مرة اخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بخصوص بطولة موهبتك وتبعث رسالة حب في حب مصر للشعب المصري وقادة السياسية وقادة العامة للدولة المصرية بطولة موهبتك للاكاديميات تحت رعاية الكابتن صلاح ونيس مصطفى الطموي تامر سامح محمد عطية رانيا يقوت عم جمال كل القائمين وكل مدربين وكل اللاعبة تبعث رسالة حب وسلام في بطولة موهبتك للشعب المصري وقادة العامة وقادة السياسية لكل الكائمين على الدولة المصرية أرجع تاني طبعا بخصوص كابتنا أحمد البيديوي و بخصوص بقى كابتنا أحمد أيه بقى بخصوص ضعف جهاز المناع عند اللعبة وقال لبناعة ده أهو حاركة طبعا موضوع ضعف الجهاز المناع أو المساببات ضعف يعني الحاجات اللي بتسبب بضعف الجهاز المناعي ولازم الناس تخلي بالها منها كويس جدا موضوع التدخين من الحاجات الأساسية اللي بتأثر في الجهاز المناعي موضوع التدخين طبعا من الحاجات اللي بتهد الجهاز المناعي موضوع التدخين فانا اعتقد ان دي فرصة لكل الناس وكل صاحبنا وكل عائبنا وكده ان الناس الفترة الجاية تبدأ عن موضوع التدخين نهايي حتى موضوع التدخين السلبي يعني لوك صاحب او لك قريب او لك حد جارك بيدخن وانت بتقع الجمه برضو التدخين السلبي بيأثر عليك فالناس ما تستغطرش بموضوع التدخين اه طبعا الشيشة يعني حاجة صعبة جدا فهو حاجة كل يعني انا بقول فرصة ان الهوي قفلة والكافتريات والكلام ده طب ايه ممكن اللي بيخلي الجزم لا يعلى او يكبر او يكون حافظ على المستوى ما هو حاجة بقى ايه احنا طبعا نقولنا موضوع موصفات كده كانت سريعة اه ممكن نقول مثلا الحاجات دي سريعة كده موضوع التدخين بأثر السمنة حاجة الوزن الزايد وموضوع البدانة ده اصلا اكتر عرضة للاصابات واصابات الكورونا والفيروسات وكل امراض المعادية موضوع السمنة احد الناس انسى من لك اتناها هكلمانك موضوع لك لازم الناس الفترة الجاية يعني تراعي الموضوع ده انت قاعد في البيتا وات يعني حاول تتنظم موضوع التغذية بتاعتك حاول تتمارس نشاط ريادي حتى عندنا قاعدة كده في الرادي دايما بنقول قليل ومستمر خير ومكسر ومتقطع يعني لو كل يوم مثلا هاتمرن عشر داية وربع ساعة احسن ما ناجي في يوم طبعا اطمرا ساعتين وبعد كده اقوم ايه قاعد ببطل مسلا لمدة اسبوع لا انا كل يوم احدد لنفسي عشر داية وربع ساعة ما تعطنيش بس استمر عليها طبعا عندنا من ضمن حاجات اللي بتسبب برضو الضعف للجهاز المناعي موضوع التوتر والقلق يعني اما طيب بحطت نفسك في موضوع يعني دايما في توتر او دايما في عصبية ومتعصب وكده وبتفكر كتير كل حاجات دي برضو بتهد الجهاز المناعي نحاول بقدر الامكان يعني نبعد عن الموضوع دا خالص نحاول بقدر الامكان نبطل تدخين نحاول بقدر الامكان طبعا نحافظ على موضوع التغذية اللي احنا لسه قلينه مشوية الحاجات دي بتأوي الجهاز المناعي ومن ضمن الحاجات برضو يعني الفترة جاية ركز على حاجات ممكن اقولك يعني حاجات رخيصة زي الفواكه الحمضية مثلا اللي هو الوستفاندي والبرتقان واللمون والعصر الله بيض والحاجات دي كلها من ضمن المشاريع برضو جميلة جدا اللي ممكن نحافظ عليها موضوع الزنجبيل يعني هو الشروب طبعا من ضمن الحاجات اللي هي ممكن الناس يتشربوا لفترة جاية وبيعلي الجهاز المناعي فهو حضرك الحاجات دي احنا لو التزامنا بيها كشعب مصر اعتقد طبعا زائد المناع اللي عندنا كشعب مصر لان اغلب الشعب المصري يعني تعرض عليه امراض زي دي واكتر فالحاجات دي اصلا يعني بتدينه مناعه لان وحضرك ايه موضوع المناع بيجي ازاي بيجي ان الجسم اتعرض للمرضى قبل كده مثلا وقدر انه يتعداه فخلاص المرض لو جاله بعد كده الجسم خلاص بتكيف طبيعي انه بيصد الامراض يا رب العالمين ان شاء الله بيزن ايه بعد عن كل شهر ان شاء الله كابتنحمد محفوظ كابتنحمد بودوي كان بيتكلم عن جهاز المناعه وخصوصا اللاعبين انت عندك بقى تدي الوصفات للعيبة اللي عندك والناشئين والبراعة بالنسبة للوصفات اللي انت تأوي جاز مناعه عندكم ازاي الرياضة لما نشتغل على الرياضة بنركز في الرياضة جامل جدا التمارين الشغل مع الولاد وطبعا الحاجات والطبيات دي بنسيبها للاهل العالم للناس الاهل العالم اهل العالم طب انت يعني بتقول لهم بعد طبعا كل يوم بتبعتهم رسائل تحذير وانزار طبعا كل واحدة تبصة محمد احنا عندنا مثلا مثلا اي اعمار صينية ما يليه نشتغل انا مثلا كاموش في قطاع ناشئين بيجيني مثلا مدرب بيديني وحدة التدريب اللي هتشتغل عليها تمام انا مثلا عندي جارية مثلا عشر دقايق عندي اطالة مثلا ثمان دقايق هيجرو فين يا جاتن احمد دقايق بس مش كلا كلها هيجرو فين العين لا ده انا بتكلم في الوضع العادي في الوضع العادي لكن احنا حاليا زي ما قلت لحضراتك كل الشغل في البيوت مع السادة المدربين مع الولاد الشغالين ممكن يبقى في لقياة بدنية جوه البيت اه اه ازاي بتقولوهم يا جماع عندكم لقياة بدنية مسلا من الساعة كزا لساعة كزا كلهم بقا عادين بقى مريحين الاولاد ب servingوا كلام المدربين الولاد بسمعوا كلام المدربين بامانة يعني بيسمعوا كلام المدربين مشتغلون بيشتغلوا أحنا متابعينهم من وقت الحضراتك احنا متابعينهم لهم يوميا متابعينهم يوميا عن طريق المدربين عن طريق احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا معنا 35 مدرب الله هو اكبر من هنا عندنا 35 مدرب منظومة كاملة يا كابتن 35 مدرب بامانة يعني هقول مثلا اكاديمية المقوين لعرب فرق السعودية احسن اكاديمية في مصر ده معناها يعني يعني مش عايزة بالغ بس هو دي الامانة ربينا زي ما قلت لحضرتك الالتزام الالتزام هو اللي منجحنا طب انا النهاردة افرد او حد بيشوفنا من النهاردة مشاهدين العزاء وانا عارف هنجلي بصلا تلفون طبعا من فريق الاعداء بتاعنا وايضا لستامر بيبلغني بالنسبة المشاهدة النهاردة كلهم او معظم البيوت شايفانا بشكل كبير جدا وعاوزين يتم التواصل مع كابتن احمد محفوظ او اكاديمية المقوين العرب نعملوا ايه بيخشي من على الفيز بتاعه بيكتب اكاديمية المقوين العرب فرع الجيزة بيظهر له الاكاديمية فرع الجيزة السعودية عشان فيه كذا لا فرع الجيزة السعودية موجود طبعا اركام التلفونات موجود المكان تاع الملعب فيه بالظلطة طبعا كابتن احمد عشان لو تم التواصل معاك هيكون من شاء الله بإذن الله على طريق الصفحة الرسمية اللي بنسبة ليه بالنسبة للأكاديمية بإذن الله طب اخر حاجة بقى بالنسبة للناس اللي عندك عشان احنا طبعا فيه صور تنزل بقى طبعا بالنسبة للأكاديمية ومن برضك الاشخاص بالنسبة للأكاديمية ومدربين اللي عندكم انت توجه الرسالة للنشئين وخصوصا عارف انه عندكم براعم من اطفال من 4 سنين كل واحد من 4 سنين ليه يعتبر حاجة دهالو كورس غير الناس اللي عندها موليد 2007 و2008 طبعا طبعا دكتور احمد عارف احنا مثلا 4 سنين غير 8 سنين غير 10 سنين كورس كل واحد بيفعها محدد بص حضرتك بعد الـ 14 سنة بتبتدي تشتغل على طيب معين مع الولاد خلاص هو دخل مرحلة النشئين لكن هو طول ما في مرحلة البرائم وبعدين مش عاديين تضغط على الولاد وثاني حاجة مثلا ما يجيلك ولد ما تعقدوش يعني ما ينفعش تقول للولد اي الفاظ مش كويس يعني مش الفاظ يعني مثلا ما تقولوش انت غابي ما تقولوش كزا ان انت هتعقد الولاد هتصدر مشكلة للبيت وهتصدر مشكلة للمجتمع هتطلع ولد اساسا معقد نفسيا عامل الولاد لازم الولد لو ما حبكش مش هشتغل معك لو الولد الصغير ما حبكش مش انت عندك ولك جاهل عن داربع سنين فازاي هيحبك ازاي هيسيب بابا وممته عشان ييجي ويبتدي يشتغل معك وازاي تحدد له ملعب طوله احنا متحرك في الهاتفة دي وتلعب مع الالعاب الصغيرة طبعا السادة للمدربين عارفين وازاي ملتون حضريك عندنا 35 مدرب على الاعلى مستوى طبعا بكادة الكابتن مختار حنفي الكابتن محمد غراب الكابتن علي رضوان مش عايزة نسحد الكابتن وليد فتحي الكابتن اه ارشف بغويل الناس كلها طبعا على اعلى مستوى الكابتن فوزي الناس مدربين على اعلى مستوى بامانة يعني زي ما قلت لحضرتك شغالين مع الولاد شغل يعني بولي فشتل يعني على مستوى وقلت لضمير ممكن اقولت لحضرتك قبل كده في الحلقة لا لا قبل كده الضمير نعم اشتغل بما يرضي الله وكابتن حسن انا بصراحة ربنا فاجئني ان هو لقيته نزل المرتبات مفيش حد تكلم في النقطة دي لكن انا فجئت امبارح لقيته منزل على الصفحة الناس تيجي يوم الحد الساعة كزا اللي صارت في المرتبات انا اقول اكيدنا تعمل كده في الموضوع ده صراحة يعني يعني انت النهاردة معلش يا محمد بي انا النهاردة انا عشان اصرف مش انا المفروض ان انا جاي لدخل عشان اصرف منه على المتكلم في 35 مدرب اتكلم في ارقام فان هو يطلع ويصرف مرتبات في التوقيت ده انا بشكره بالنيابة عن المدربين كلهم بشكر الكابتن حاصل ضربه وبشكره اضرب الكامل على المجهود اللي هم عاملينه مع المدربين بأمانك طب والنسبة للجيزة بقى علشان التوقعي اللي عندكم في الجيزة تحديدا انا عارف الجيزة عليها برضا ما يعتبر فيه توقعية وخصوصا المحافظ بينزل ورئيس الحقيق بينزل تبعت ايه رسالة ليهم اولا انا بشكر محافظ جيزة ومدير امن الجيزة وبشكر طبعا اسم الهرم لان الناس شغالة بأمانة مش عايز قولك انا ببص من الشباك والناس شعبي متفاهم والناس بتتعامل بأمانة انا بشوف الرجال الشرطة بتعاملوا مع الناس بوروكية بتعاملوا مع الناس بكل ادب وكل احترام والشعب متفاهم والناس انا بشكر طبعا مدير الامن وبشكر محافظ وباشكر طبعا القائمين على اسم الهرب من رئيس المباحث للمعاونين طبعا أرجع يا طبعا أحكا في محمد البديوي أنا موضوع طبعا أنا شاغل دلوقتي المرضى وخصوصا للعيبة النس الفئات الصغيرة اللي عندهم المناعة بتاعتم قليلة إيه الرسالة ممكن توجهها لي طبعا حركة موضوع لعيباتنا وكده اللي احنا خيفناها طبعا موضوع أول حاجة هو موضوع العادات السلوكية الغلط أي حاجة ممكن تنقل العدوى أو تنقل الفيروس أبتعد عنها نهائيا أي حاجة ممكن يعني مثلا الحاجات الشخصية الاستخدامات الشخصية خلاص يعني أحاول أعزل نفسي حتى عن بيتي بحيث أنا لو لقدر الله مثلا تصابتي بنا في عازل بينه وبين إخواتي أو بين أهل بيتي مباشر ضرر كبير يعني كل حاجة الشخصية النهاردة لو حتى كنا مثلا بنستخدم حاجات مشتركة لا أنا حاول بقدر إمكان نعزل معظم لعيبتنا أو أولادنا عن بعض الحاجة بس اللي عاوز أقولها بس أخوتها من كلام الكابتن أحمد هو موضوع حضرتك الضمير للعيبة وحضرتك بتسأل كابتن أحمد عن موضوع أن اللاعب ممكن يشتغل وممكن لا هو حركة أنا شايف أن الطموح هو رقيبه وهو اللي بيوملي عليه أنه يشتغل حركة ضمير يعني أنا ممكن أضرب نموزجين لتنين اللاعبة كانوا عندي في الأكاديمية برضو بتاعتنا اللاعب كان بلا في الانتاج الحارب وكده كان ما شاء الله كان وصل وكان من مهارات الفازة نحن كنا نتوقع له مستقبل كبير جدا يعني حاجة ما شاء الله مهاري ولعيب جامد وكده كان اسمه النحاس فاللعب دوت كان أهمل في نفسه ما كانش عنده موضوع الرقابة كان يبقى متصاب مثلا بدينه راحة من هناك مثلا من التمرين يقوم ينزل مثلا ويلعب عليها وفي الإجارات وفي الملاعب وكده يبقى المفروض أنه بينام مثلا بدري عشان عنده تنيوم ماتش تبصت لقيه لا يصهر ويقعد المفروض أنه وزنه زايد فيبط الأكل كان يأكل أكلات سريعة والحاجات اللي هي ممكن تزود الجسم عندي لعب تاني ما شاء الله بيلعب في اسمه حاليان دلوقتي بس ده توقع المستقبل كويس ما شاء الله ربنا يبرك له يعني حاجة كويس عنده عنده الرقيب ده كنا عزمين وانا يكون تقعد مع ولادي كده بنفتر مع بعض في يوم جاف رمضان مرضاش النواء موضوع الأكل وكده هو عارف أنه جسمه زايد قبل الزيادة فطبعا كتنصيحة دايما أنه أنت بتاكلش أي حاجة ممكن تزود جسمك هو منه نفسه كده قال لي لأ أنا أنا مش هاكل لأ الحاجات اللي هي الزيادة وكتفى بحاجات بسيطة كده في الآكل يا ابن انت في رمضان وصايم طب انت بقالك قديه بقاله أربعة شهور مثلا أو ثلاث شهور مثلا ما روحتش نادي طب ممكن تجري بعد كده يعني حتى لو جسمك زي تقلق أو عنده طموح فوحدك طموحه هو الرقيب عليه بس فوحدك يعني أنا حايف بقول إن اللعيب الفترة الجاية كل واحد حطه في دماغه أنا أنا عاوز أبا زي فلان لازم أكتهد لازم أشتغل لازم أعمل أشتغل على نفسي لازم أشتغل يعني حتى موضوع الوحدة التدريبية اللي كابتن بيدهاله زي ما كابتن أحمد بيقول لأ ده أنا أشتغلها ممكن لو قادر أنا أزود أزود تدريجيا موضوع السريتشات بتاعتي كل حاجات دي ممكن أعملها في البيت يعني السريتشات وكل حاجات دي بتحميك من الإصابات بتطول عمرك الافتراضي في الملاعب الحاجات دي لازم أشتغل على الفترة الجاية وإن شاء الله يعني يتمنى الخير للعابتنا وربنا يعافيهم ويعدي مصر من الأزمة دي يا رب طبعا جاءنا الآن رسالة مهمة جدا ولازم برضا كان أقولها من نادي قزمة الكويتي من كابتن فيصل المحطب المدير الإداري وكابتن علي عبد الرضا مدير الفني لنادي قزمة الكويتي لطاقم التدريب المصري بالنسبة لكابتن أحمد عبد السطار مدرب الفريق 2006 وأيضا كابتن أحمد رضا حميدة وأيضا كابتن أحمد شيحة مدرب 2009 طبعا نادي قزمة الكويتي بيشكر كل المدربين للمصري اللي تحت قادة النادي بيقولهم فعلا أنتوا ساعدتوا الفترة اللي فاتت على أداء والحفاظ على المواهب الموجودة في نادي قزمة وطبعا احنا الحالة دلوقتي طبعا كل الأنشطة الرياضية موقوفة ولكن الرسالة دي جاية من نادي قزمة بيشكر كل المدربين الموجودين حاليا دلوقتي مفترة راحة عندنا وبشكرهم طبعا أنا بشكرهم من نادي أو بيعتبر من برنامجكم دون الاعتراف لكل المدربين المصريين بالخارج أن هم فعلا على قلب النجوم الواحد بيخافوا على سمعة كل نادي في الدولة الأوروبية والعربية طبعا بشكر نادي قزمة الكويت على رسالة العجلة بخصوص برنامجكم دون الاحتراف بشكر كل قوامين على نادي قزمة الكويت وأهل الكويت والخلايجة وكلهم فعلا أحباء وأصدقائنا ويا رب يرفع عنا البلاء إن شاء الله بإذن الله وكيف رحمة محفوظ بخصوص الكويت وانت شفت طبعا بالنسبة للشواب العربية وشايف الحالة هناك عاملة ازاي الرسالة ممكن توديها أو الرسالة تبعث لهم ليهم ربنا يشف كل مريض ويا رب كده تعدي على خير على الدول العربية والدول الإسلامية وكل العالم بكل الأديان بكل الأديان ربنا يشف كل الناس يا رب وميجيبش أي حاجة وحشة لأي حد يا رب يعني أنت شايف بالنسبة للرياضة المصرية وقفة حاليا دلوقتي ورياضة العربية وقفة والأوروبية كجزالة ممكن يدي سلبا الفترة الجاية الأمانة آه أنا قلت لك اللعيب يتمرن في اليوم مرتين وبرضو يمكننا برضو في حتة الدكتور أحمد برضو نوح إليها اللعيب الملعب غير لعيب كرة النهاردة يعني عارف حضرتك أنت وقفة لعيب في الملعب بتختلف أنا عايز منه إيه أنت ممكن تشوف واحد لعيب كرة وماسك وشغال كنترول وتعوى تقول ده ما بلعبش فرقة ليه لا ممكن ملعبش فرقة ما يديش لأننا النهاردة أنا بركب النهاردة يعني حضرتك النهاردة لو أنا ما فيش ساسيفي العربية العربية مش هشتغل مش هتمشي لما فيش الكله بيوصل بعضه أنه النهاردة وقفت اللعيب في الملعب إزاي وقفت الاتنين المساكين إزاي وقفت الاتنين الباك رايت وباك ليفت إزاي الاتنين الـ دفندر في نص الملعب إزاي ده لازم بيكمل كل مع بعضؤ يجي الشغل طبعا الشغل المدرب بيشتغل مع الوضع التحفيز أنا أفروض أن أعرف حضرتك دولوقتي كل الشغل بيبدأ من تحت المهاجمين النهاردة لو إحنا رجعنا بس الفترة اللي فاتت السنة اللي فاتت كان هدف الدوري محمود علاء ورجل سرد باك صح وكان هو هدف لأنه كل الشغل جاي من تحت ليه لأنه النهاردة مثلاً إيه؟ النهاردة أنا لو مدير فني مثلاً أنا بقول للراجل الفيروت أو الراجل اللي هو السنة اللي عم ما تنزلوش تبدول لو ما نزلوش وطلع المساك اللي في الفرقة التانية ما هو ده زاد عليا فزاد عليا فهو قرده برضو الراجل التاني برضو بشتغل إزاي اللي هو قدامي هو عايز يلعب إنه هو الاتنين دولة لما يبقوا قفين أنا لو أنا عايز أعمل المرتدة يبقى أنا عندي إيه؟ بعمل ضغط من إيه؟ ما أول ما الراجلون بيمسك أو راجل المساك بيمسك أو الباكليفت أو الباكرايد بيمسك بيروح حاطتها لقدام فطبعا الشغل إن أنت النهاردة تشتغل على اللعيبة إزاي يحفظ ملعب دي بيبقى محتاجة شغل جامد جدا 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 أكيد أرجع بس الحتة بالنسبة للخليج وخصوصا طبعا الرسالة اللي إحنا نقولها تاني برضوك للمشاهدين الأجزاء عشان نكون ورحيم مع أنفسنا طبعا وبعط على حديث ما كافتنا أحمد محفوظ عشان دي رسالة عجلة من نادي قزمة الكويتي لطاقم التدريب المصري اللي يعمل حاليا أنا بقوله هو من هنا من دوني الاحتراف رسالة مبعوثة من نادي قزمة الكويتي لكل مدربين وعلى رسوم كابتن أحمد مسطار وكابتن أحمد شيحة مدرب الفريق 2009 بشكروهم طبعا على الأداء وعلى التوعية وعلى العمل المجهود الجبار اللي عملوه في الفترة الحالية أنا بصراحة من هنا من برميكم دوني الاحتراف مع كابتن أحمد محفوظ وكابتن أحمد دي نشكر طبعا كل مدربين المصريين موجودين في نادي قزمة الكويتي وكل مدربين المصريين اللي بيعملوا في الأندية العربية والأوروبية من برميكم دوني الاحتراف أرجع تاني بردك لكابتن أحمد بديوي أنت رسالتك للعيبة المحترفة وانت شفت محمد صلاح بيقوله اتعادى من كورونا وربنا يا أحفظ الكلام ده صح ولا غلق لا هو أنا المعلومة متحققتش بالنسبالي على فكرة كابتن أحمد صلاح بلدياتنا وكده بس أنا المعلومة تحققتش بالنسبالي فهو أحدك زي ما بنقول عشان فيه لاعب من نادي ريب البول جاله مراد كورونا وعشان كده كان آخر المتوشل اللي فاتت أن جتنا والله أعلم كلام ده صح ولا غلط أن كابتن أحمد محمد صلاح هو حلقين دواته في الحجر الصحي عشان تم طبعا إصابته بكورونا هو ربنا أحفظه يعني هو من لعبات كويسة وحتى عمل عندنا مجهود ملموس يعني كربربية طبعا آه هو مجهود اجتماعي ملموس بصراحة يعني عمل منشآت كتير وعمل حاجات كتير على حسابه وكده ودائما بنشوفه جنب الدولة في أي أزمة هو تبرع ببردك مبلغ 20 مليون آه ما شاء الله يعني يعني بصراحة يعني من أول ناس اللي عيبة يتمنى السلامة طبعا لكابتن محمد صلاح وكل اللي عبيتنا اللي برة مصر وجوة مصر اللي يتمنى السلامة ليهم ويعدي الأزمة ده على خير يارب هو أحدك بس أنا ممكن أقول بس رسالتي يعني فضل ممكن رسالة لكل ناس الفترة الجاية وللشعب المصري عامة موضوع التكاتف والتلاحهم اللي دايما بصر عليه إحنا الفترة الجاية في ناس كتير حتتكشف في ناس كتير مثلا كان دخلال يومي من أكاديمية كان من شغل مثلا يومي الفترة الجاية أنا شايف أن مش دور الدولة بس يعني دور الدولة طبعا ده أساسي حاجة تانية جنبها منظمات المجتمع المدني الجامعات الخيرية الناس الأغنية ناس دي أنا شايف الناس كلنا نقف الفترة الجاية جنب أهلين يعني يعني أنا بمشي مثلا بقى جاي مثلا الحي العاشر بتحرك مش أبصها لي ناس قاعدة كده لهم عمالي لوميات أسلا ده هيقعد في بيته إزاي فعليك أنا شايف أننا فترة الجاية دي فترة حتى يعني الشيخ الأزهر أو وزيري اللي أقف قفتة أنه الفترة الجاية يجوز الزكاة يعني تعجل بالزكاة بتاعتك فوقت الأزمة ده محتاج منها تكاتف محتاج إن احنا نقف جنب بعض محتاج إن احنا نقف جنب الناس محتاج إن احنا نتطمن على بعض كل واحد يعرف حد جنبه أو كان بيعتمد على حاجة يومية نازلوا يتطمن عليه يعني فأنا حضرك أنا شايف أن الفترة الجاية دي لو احنا عملنا كده والله ربنا هيكلم حتى يعني في حديث عن نفس وصلاً تأليم كما معناه لو دو مرضاكم بالصدقة يعني أنت الصدق أنت هتخرج النهار ده دي حتحفظك أنت نفسك وحتحفظ أهل بيتك وعيالك فأنا شايف حضرك إن رسالت المجتمع على مصر كله وأنه يتكاتف وتلاحل ونقف كده جنب بعض كده زي ما وقفنا في اكتوبر جنب بعض والشاء ومصر كله كان بيضحي والناس كلها كتوائفت لحد ما انتصرنا فأنا شايف إن دي أزمة وحرب علينا يعني سواء كانت بقى حيار فيروسية أو كده أو بيولوجية فأدية حراك أنا شايف إن احنا التكاتف والتلاحل هو اللي يعدينا من أي أزمة إن شاء الله كابتر أحمد إيه رك في الكلام كابتر أحمد في دي طبعا كلام جميل كلام جميل طبعا أنا بشكر الدكتور أحمد ده لو كل واحد والله يا محمد بي كفل بواحد صحيح كل واحد كفل بواحد بس طبع انت بوك تبع ترسالة بقى لناس المحترامة الشديد طبعا كابتر أحمد راجل شخصية كبيرة شخصية معروفة تقول إيه بقى اللعبة بتاعتنا والمدربين الكبار والعظماء اللي لغاية وتنهزة بيعملوا تحدي منهم من بعض ولكن ما فيش حاجة ملموس على الأرض الواقع اللي قولك أنا بتكفل بـ 20 أسرة و 30 أسرة طريق حامد قالك مش عارب بي كام وكعربة قالك كام ومحمد رمضان قالك بي كام وده قالك بي كام ولكن للأسف لحد وتنهزة ما فيش حاجة على الأرض الواقع إيه الرسالة ممكن توديها لي يعني بس الناس تكون صدقة يعني ما يبقاش كلام إعلام مع محمد دين الناس تبقى صدقة يعني فين طب الحاجة دي رحت فين وصلت فين إنت بتخيف تتكلم معاهم ولا عاوز ليت رسالة أنا عاوز رسالة منك من كابت رحمة محفوظ لكل اللعبية الكبار اللي قالت أنا اعتبر أنا هصرف على الأسرة اللي عندهم أزمة اللي عندهم مر إيه الرسالة توجيها للعايبة بتاعت اللي بياخدوا ملايين أنا بس أل كابتن سعد سمير طبعا مع والكابتن طريق حامد والكابتن شاكبالا والنجم محمد رمضان الكلام ده جد وواصل طيب ولا الكلام ده على تويتر بس ولا الكلام ده على تويتر بس والناس التانية غارت منها والكابتن مثلا حسام غالي وكل الناس الكبيرة ديت يعني فعلا الكلام ده واصل ولا كلام كده فأنا بتمنى بتمنى لو كل لعيب زي ما قلت لحضرتك كل واحد لو بتتحرك قول لي بتتحرك لا مش بتحرك والله لا خالص بالعكس انا بتكلم انا هو حتى بقول الكابتن الكابتن سعد سمير الكابتن شاكبالا الكابتن طريق حامد الكابتن حسام غالي كل الناس النجم محمد رمضان اهو بقول كل الناس يا رب يكون الكلام ده بجد وميكونش دعاية اعلانية ويبقى الكلام ده واصل ويا رب زي ما قلت لحضرتك الناس تتكفف تتكفف بس كل حد انا نهاية حديث ونهاية لقاء طبعا كل واحد اقول دقيقة لرسالة للشعب المصري عشان نقدر نقول كلمة لشعبنا الجميل والعظيم تحية وتقدر لهم قول في أقل من ثانية للشعب المصري كلنا هو كده خلاص سلم اوه حضرتك موضوع انا شايف النجوم الفترة الاخيرة هم المسؤولين يعني مش شايف غير المحافظة والوزير حضرتك هم دول النجوم لا انا عاوز الفترة الجايبة فيه نجوم من خلال الشعب من ناس العادية ناس اللي كانت احنا بناخدها قدوات لنا زي لعبت القورة وزي ناس المدربين وزي ناس الأسري الناس المبسوطة يعني اللي تقدر تساعد الفترة الجاي فهاك انا اتمنى ان الفترة الجاي ناس كلها تبقى نموذج عملي فعلا للعبتنا كمان لولادنا الصغيرين النشئين اللي خدوهم قدوات ايه رسالة توجهها للشعب المصري كل الشعب كل الشعب يمشي وراء كلام الرئاسة كل الشعب يلتزم بكلام الرئاسة بحكومة مصرية انا بأتكلم الرئاسة كهية الليدر كل الباقي بيشتغل تحت عشان الحفاظ على الشاب ناس ما تنسكش والدعوات اللي بقى موجودة والحاجات دي كلها نمشي ويمشي وراء كلام ريسنا صح نمشي وراء كلام ريسنا اللي السيد الرئيس بيقوله والسيد الرئيس الوزراء بيقوله والدكتورة هالة زايد بتقوله احنا نمشي وراء كلام الناس اتمنى السلامة لشعب المصري العظيم اتمنى السلامة لكل القادة السياسية وكل القيادة العامة طبعا من برناميكم دون الاحتراف وديوفنا العزاء كابتنا احمد البديوي اخي السائطة اهيل لبنادي الظهور وكابتنا احمد محفوظ المشرف العام ومشرف القطاع على نادي الماولين اكلمت الماولين العرب براء الجهزة السعادية مشكورهم شكرا جزينا لبرناميكم دون الاحتراف ويحضرنا النهاردة وشرفتونا وورتونا طبعا طبعا انا برناميكم دون الاحتراف انتظروا قعدة بلدي مع رحب محمد الاسبوع القادم بإذن الله تعالى ان شاء الله بإذن الله نلتقي على خير الاسبوع القادم وانتظرونا في برناميكم دون الاحتراف بشكر كل فريق العمل وعلى رسولهم طبعا الاستاذ محمد ربانا والشركة جوميديا الاستاذ تامر الاستاذ ملكي الاستاذ كابتن صلاح كابتن تامر كابتن مصطفى كابتن نور يعني هقول مين ولا مين اقول مين ولا مين ولا طبعا الكابرة الشقيقية بتاعتنا اتمنى السلام لكل الناس بشكر فريق العمل لقناة صحة وجمال بشكر طبعا الاستاذ عبد حميد توفيق بشكر كل العاملين لقناة صحة وجمال فرض فرض اتمنى السلام للكل وشكرا محمود اسماعيل على توصلك النهاردة معانا وهتعبك معانا وشكرا لكل القادات العامة والسياسية تحياتي لكم وتسبوع على خير